الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت نجاح كبير جدا في قطاع انتاجها الفني تنوعت عملها بشكل ملحوظ ما بين الدراما التلفزيونية والأفلام السينمائية وقدرت هذه الأعمال أن هي تلهم قلوب وعقول المشاهدين وتستحوذ على اهتمامهم من خلال شخصيات وقصص بتعكس واقع الأسرة المصرية وكمان الأسرة العربية جمعا صحيح يا شهد يمكن على مدار تاريخ مصر الفني كان فيه أعمال كتير جدا كانت هي بتستهدف قضية معينة منها قضايا المرأة ويمكن أفلام كتير جدا قدرت أن يتغير بعض القوانين الحقيقة يمكن على نفس المنوال وفي نفس السياق قدرت كمان هذه الأعمال من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدرت هذه الأعمال أنها تنتصل للمرأة المصرية من خلال على سبيل مثال مسلسل تحت الوصاية وغيرها من المسلسلات مش بس كده كمان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمت من بداية تأسسها بالدراما التلفزيونية وكان لقضايا المرأة نصيب كبير جدا من الاهتمام خلينا نروح مع حضراتكم القراءة وفية نصردها الآن مع الناقض الفني الأستاذ أحمد سعد الدين نورنا في ستوديو سباح الخير يا مصر سباح الخير على حضرتك كل سنة وحضرتك طيب سباح الخير كل سنة وانت طيبين سباح نور كل سنة والمشاهدين طيبين وحضرتك طيب وفي خير طيب في البداية يمكن أعمال كتير جدا الحقيقة على سبيل المثال لو هنكلم في السينما وريده حلا من ضمن الأعمال اللي كانت اللي ساهمت أن يكون فيه تغيير في القوانين بالنسبة للمرأة وأعمال غيرها تانية كتير وحن نتكلم دلوقتي على الأعمال الدرامية اللي بتستهدف قضايا المرأة لأي مدى هذه الأعمال مهمة ولأي مدى هي ساهمت بالفعل حتى في إيقاد الوعي أنه فيه مشكلة عند السيدات لازم أن احنا يعني تبقى تحت الضوء ويتم تسليط الضوء عليها لو بنتكلم على الدرامة التلفزيونية هي قوة نعمة مهمة جدا في المجتمع وفي النهاية هي الفن مرآة أو انعكاس للمجتمع اللي احنا عايشين فيه المرأة مش نقول نص المجتمع هي المجتمع دلوقتي كلها أضايا المرأة ومشاكلها بالتأكيد مش بعيد عن دايرة الدراما على هذا الأساس شفنا مثلا السنة دي مسلسل تحت الوصاية المسلسل عبارة عن إيه هو صارخة كبيرة جدا بتكلم على أكتر من قضية على فكرة ومش قضية واحدة مشكلة الوصاية ومشكلة الأم الأرملة اللي ممكن تبقى عايزة أولادها لا بيجي لها حد عمهم لازم هو اللي يبقى الواصي لأن هي ما عرفش عايزة إيه ومش عايزة إيه دي دا خط الخط الآخر في هذا المسلسل كفاح المرأة في المجتمع وده على فكرة خط رئيسي ومهم جدا في المسلسل في خطوط درامية كتير جدا ولكن نرجع نقول هل المسلسل نقل جزء مما تعانيه المرأة في المجتمع وخاصة وهنا نقف شوية وخاصة المرأة الغير متعلمة أو المرأة في الأقاليم وده الأصعب لأن أنا مهمتي إزاي علمها حقوقها تتخذها إزاي صحيح أنا مهمتي مش إن أنا غير لها قانون بس ما أنا لو غيرتها قانون هي مش عارفة صحيح لكن للأصل توصل إزاي إن هي تعرف هذا القانون تعرف حقوقها منين ثم تأخذ هذه الحقوق كل دا دي رسالة درامية موجودة اتعملت في من خلال مسلسل واتزاعت في رمضان وكانت صرخة كبيرة جدا قادر أقول إن هي لفتت نظر المسؤولين الدراما مش إن هي تغير قانون ولكن هي تلفت نظر المسؤول عن تغيير القانون لأن الدراما دي مش شغلتها صحيح طبعا أكيد لكن هي في الأصل تعمل إيه بتجيب المشكلة تحطها في إطار حدوتة معينة وتعرضها على المجتمع هنا بقى المسؤولين في الدولة هم اللي بياخدوا ما هو الرسالة بتاعت العمل دا ثم ممكن تغير تسن قوانين أو تغير قوانين أو تسهل تسهيلات مختلفة يشمكي عشان كده في البداية لما كنت بسأل حدريك قلت لفكرة إيقاظ الوعي بزرع لأنه ممكن عمل درامي يناقش قضية بالفعل ولكن لو الوعي ما كانش كافي أو لو السيدات حتى ما أشرتش أنه بالفعل دي مشكلتنا ممكن ما يحصلش تغيير أو ما يحصلش لفت نظر ملموس أنت قضايا الأحوال الشخصية مثلا لو رحنا لمحاكم هنلاقيها كل يوم فيها حاجات غير طبيعية وفي ناس بتتظلم طبعا في ناس بتتظلم بتتظلم مش إن القانون يظلمها إن هي نفسها مش عارفة تروح فين مش عارف الإجراءات مش عارف المستندات التي تتقدم تتجه إلى أي اتجاه هنا بقى دور إيه؟ دور الإعلام الإعلام والفن بمشتقات إزاي إن أنا أوصل لها أولا أعلمها هي حقوقها إيه؟ عليها إيه؟ وليها إيه؟ تمشي إزاي؟ تروح فين القنوات الشرعية اللي تمشي فيها؟ لو في مشاكل في القوانين تعدل صحيح لأن القوانين برضو وضعت في زمن غير الزمن القانون ليس قرآن ليس كتاب سماوي ولكن هو كل شوية ممكن يتعدل حسب الزمن اللي إحنا عايشين فيه صحيح حذك في البداية تكلمت أريده حالة هو تكلم على بيت الطاعة صحيح وأصعب حاجة كانت موجودة في السبعينات خلاص واحدة تخنت مع جوزها حصل خلافات يطلبها في الطاعة تقعد معرفش قد إيه وتعمل إيه شغلانة طويلة عريضة تم تعديل هذا القانون تمام وهكذا طالما في قوانين محتاجة تعديل ليه لا؟ صحيح وإحنا عندنا هنا كمان في موضوع المرأة تحديدا هنلاقي قصص كثيرة وفيها بطولات يعني أنا لما بتكلم على هذا المسلسل أنا بكلمش بس على كلمة الوساية أو قانون أحوال شخصية بشكل من الأشكال ولكن البطولة اللي حصلة أن هذه المرأة قصة كفاح كبيرة جدا طبعا قصة كفاح تدرس طبعا قصة كفاح ومخاطرة يعني اللي تابع عن المسلسل طبعا ولها سلبيات وإيجابيات أكيد واتعرضت هنا الإيجابيات عاملت زي والسلبيات عاملت زي صحيح وهو ده كان الصح عظيم من 40 سنة في دراسة بحسية اتنشرت سنة 84 تحديدا بتتكلم عن المسلسلات التلفزيونية اسمها تمثليات التلفزيونية محلك سر لأنها في هذا التوقيت انفصلت قليلا عن الواقع انفصلت عن قضايا للطفل قضايا المرأة قضايا المجتمع بشكل عام لكن عادت خلال كم سنة اللي فاتوا من خلال الشركة المتحدة للوجهة من جديد هذه القضايا اهتمام بمثل هذه القضايا أهمية الاهتمام بقضايا المجتمع وشايف هل إحنا محتاجين تركيز أكتر على قضايا المرأة خلال الفترة اللي جاية شوف بالنسبة لقضايا المرأة تحديدا اعتقد ان احنا في الوقت الحالي مركزين عليها بأشكال مختلفة وبعدين الأعمال الدرامية عشان يعني تلتحم مع المجتمع لازم تبقى الدراما الاجتماعية قريبة من هذا المجتمع اللي أنا عايش فيه يعني ما يبقاش بتكلم بقى ان أنا عن مجتمع في أمريكا أو في السويد أو في معرفش ايه ده مش مجتمعي صحيح احنا خلال العشرة 15 سنة اللي فاتوا كان فيه كده فجوة هذه الفجوة ان احنا اشتغلنا شوية على دراما المخدرات ودراما الكمباوند شوية وحاجات من دي رجل الشارع البسيط والسواد الأعظم ده مش احنا مش شاهدين هو مش شايف نفسه ليه مش دي مشاكله صحيح ففقد التأثير فخلاص فقد التأثير وانفصل العودة بقى بتحصل ازاي انا رجعت تاني بتكلم على الدراما الاجتماعية وما يهم الناس الطبقة الوسطى تحديدا ثم الطبقة الشعبية طبقة النخبة قليلة جدا في اي مجتمع فهنا بعرض مشاكلهم فانا وانا قاعد على قدام التلفزيون بقول يا الله انا الشخصية دي قبلتها او اتعاملت معاها او حصلت لي نفس المشكلة او ايه اللي حصل يعني انت لما تتفرج على تحت الوسطى هتلاقي ستات كتيرة جدا تقولك والله ده لما مات جوزي ما عرفش حصل ايه وروح تعد في المحكمة سنتين وروح تمعرفش ايه هنا الالتحام بقضايا المجتمع الموضوع مش المرأة الوحدها هي المرأة اه موجودة في اي عمل المرأة موجودة ولكن ما يهم الاسرة وده اللي احنا رجعنا له دلوقتي بقالنا حوالي ثلاث سنين ان الدراما رجعت لي الدراما الاجتماعية بعدت عن المخدرات والكمباوند ومش عارف ايه والحاجات دي ورجعت للدراما الاجتماعية اللي الناس شافت نفسها فبقت بتتكلم على قضايا تمس الناس صحيح كان حتى طبقت النخبة زي ما حضرك دكارت يا فن بانه لما بتتعرض لنفس الموقف على فكرة بتقابل نفس الصعوبات ونفس المواقف اللي احنا تبعناها في مسلسل عسابيين مثلا تحت الوصاية فبردو بتمس هذه الطبقة بشكل او باخر طيب زي ما حضرك كنت تتكلم في نقطة كمان مهمة جدا دايما كانت الناس بتعلق هو لازم يعني تطلعوا الجد سيء واتطلعوا اسرة الاب ووحشة بس احنا تبعنا مثلا في المسلسل ان الجد ما كانش سيء يعني اول عم كان عنده مشكلة دي قصة تانية ولكن الجد ما كانش سيء الجد الفكرة عم نتكلم في فجوة بين الاجيال الحاجات اللي هو شايفها مهمة وضرورية من وجهة نظره مختلفة عن الحاجات اللي الام شايفها مهمة وضرورية لأولادها فهنا فرق اجيال مش فكرة ان الجد لازم يكون بالضرورة سيء ودي نقطة كمان مهمة يعني لو بنتكلم على تحت الوصاية تحديدا اعتقد السيناريو مكتوب بحرفية شديدة ولكن لازم نقول جملة مهمة جدا الدراما يعني مختلفة شوية عن الواقع لانها دراما انا مش انقل الواقع كما هو يبقى هروح للأفلام التسجيلية ولكن انا عشان اجيب مشكلة وعرضها دراميا انا ممكن اضخم في بعض الادوار واقلل الحبكة الدرامية من بعض الادوار بالزبط انا هنا لما بقول الجد اه فيه صراع اجيال وصراع اجيال وصراع تفكير الجد هو ابن لمرحلة اخرى مش موجودة دلوقتي ممكن لما كان شباب كان يفكر ازاي وده اللي اثر عليه العم مرحلة تانية الاطفال مرحلة تالتة صحيح تمام ممكن هنا في الصراع انا من حقي كمؤلف ان انا اعمل الصراع على اشده اخلي الجد مختلف مع الابناء او مع الاحفاد او غير والام نفس الحكاية اكبر الصراع شوي انا لما بكبر الصراع انا بضخم المشكلة عشان دي صرخة موجودة بحاول اعرضها على الناس مش ان انا بنقلها للواقع ما هو الواقع فيه كل حاجة احنا في مجتمع والمجتمع فيه الطيب وفيه الشرير اكيد وفيه الخير وفيه السيء فيه كل حاجة لكن دراميا من حق المؤلف انه هو يكبر في جانب ويقل في جانب لانه هو هنا في النهاية ما بتكلمش على الجد بس او العم بس هو بتكلم على رسالة العمل ككل صحيح هل وصلت ولا ما وصلتش هي دي فكرة انا بالنسبة لي اعتبرها طبعا حضرتك يعني تقدر تقيم افضل مني انا اعتقد ان دي كانت نقطة ايجابية لانه بالفعل هو مش شرط انه يكون الوصي ان كان الجد او العم مش شرط ان يكون شخص سيء ولكن ممكن يكون فيه اختلاف في المفاهيم واختلاف في النظرة واختلاف في الاولويات في بعض المشاكل الموجودة في الحتة دي تحديدا في المجتمع ممكن تلاقي الجد اللي هو يعني عمره فوق 80 سنة او اكبر ممكن تلاقيه مش متعلم صحيح طبعا احدى في مجتمع فيه امية هذا الجد كان في مرحلة من المرحلة هو مش متعلم تفكيره يختلف عن تفكير الام عن تفكير الاطفال تمام هنا الاختلاف هو متمسك بوجهة نظره صحيح هل ده موجود في المجتمع اللي مش موجود موجود بكل تأكيد مش عيب ان انا اعرضه طبعا طبعا فيه سبيل طبعا عندي جدة اخر ممكن يبقى استاذ جامعي هل هيتصرف نفس التصرف لا طبعا اكيد لا لكن وجهة نظر المؤلف اللي رايحة في اتجاه واحد اللي هي تخدم الرسالة الدرامية هو ده النموذج الذي يصلح لها صحيح وفي كل احوالي بالفعل الامة قادرة بإدارة شؤون اولادها طيب احنا مش بنكلم عن الوصائي بس ده احنا عندناك كمان الولاية التعليمية فاتن امل حربي كان مسلسل برضو من المسلسلات المهمة جدا عندنا العمدة برضو لتمكين اه طبعا كان هناك مسلسلات في صالح المرأة بشكل كبير جدا كان في تركيز عليها ولكن انت دلوقتي لما تكلم في مجتمع في حدود الميت مليون ومجتمع مختلف من العاصمة الى الاقاليم الى الصعيد الى الدلتا الى الاماكن مختلفة تماما عندما انت في الصعيد ممكن عندهم حتى الآن بعض العادات والتقاليد ان المرأة لا تأخذش الميراس ازي عملة ندرة زي عملة ندرة وده الصراع تمام انت عرضت هنا الصراع وما تقابله المرأة من مشاكل ممكن حد يجي يقول له والله ده معدش زي زمان اه معدش زي زمان زمان كان 100% النهاردة لو قلت 40% هو نسي موجود صحيح لان ما فيش مجتمع احنا مش في الجنة تمام ولكن الاساس انت عرضت المشكلة بشكل جيد يتماشى مع الشكل الدرامي وتماشى مع عادات والتقاليد المجتمع اللي احنا عايشين فيه ولا لا هو ده كان الاساس طيب في الصعيد على سبيل المتالب بقى لها سنين كتير جدا عايزة رفرد حضرتك على النقطة دي ولأي مدى فعلا ردود افعال المجتمع على القضايا مش هقوله على العمل الدرامي بعينه ولكن هقوله على القضايا اللي بتطرح من خلال اعمال الدرامية فيه حاجة اساسية الاعمال الدرامية احد اسباب تقدم المجتمعات ليه؟ لانها بتعرض المشاكل وبتعرضها على كل المستويات لو جينا نتكلم ونقول الصعيد هل الصعيد النهاردة زي الصعيد من اربعين سنة زي ما حضرتك تكلم لا طب اختلف تماما كان فيه جملة انتهت ما عادتش موجودة كان يقولك من الصعيد الجواني ما عادتش موجودة خلاص والصعيد ده ما كانش فيه التعليم اقل والمرأة اقل انت دلوقتي لما بنروح لقصر واسوان والكلام من ده كل اللي بنتعامل معاهم اللي بيشتغلوا هم من النساء سواء كانوا شباب او كبار يبقى هنا حصل تغير بشكل كبير جدا في هذه المجتمعات تقبلوها ازاي الدراما جزء كبير جدا من هذه العملية التقبل حاجة تانية العمل الدرامي عمل الدرامي قائم على مسلس مهم جدا فيه جانب توسيق لفترة زمانية توعاوي وجانب اخر طرفيه ما اقدرش اقول ان فيه عمل شغال على رسالة مباشرة ما حدش هتقبلوه ما هو لازم في النص يبقى فيه يعني حاجة كده بسيطة ان انا اضحك معاها ان احس ان انا ايه خرجت من الواقع اللي انا فيه صحيح وهكذا هنا المسئولية الاساسية تقع على موهبة المؤلف نجاح العمل الدرامي اولا عن طريق الورق ده الاساس العمود الفقري هو الكتاب لو اتكتب صح هينجح احنا بقلنا فترة سيد احمد بنشوف الاعمال الدرامية فيها سرعة في الاحداث قد ايه ده ممكن يخدم المسلسل اه طبعا السرعة في الاحداث احنا فيه فترات لو جيتم النهاردة تتفرج على عمل درامي في السبعينات او في الستينات او حتى في بداية التمانينات كنت هتلاقي الوقت طويل شوية الاحداث بطيئة شوية النهاردة لازم الدراما تتماشى مع العصر اللي احنا عايشين فيه وعشان كده انت لما بتشوف تحت الوصاية تحت الوصاية 15 حلقة السرعة في الاداء في 15 حلقة احسن بكتير جدا ما كانت عمل 30 حلقة وكان فيه ملل ومط وتطوير لازم الدراما تتماشى مع ده بالاضافة ان الاحداث نفسها لما بتتضغط بتصرع وانت كمان او المشاهد الطبيعي ما عادش عنده الوقت ان هو يقعد 45 دقيقة الحلقة ويعود 30 حلقة ويعود حتى ان بعض الناس ما بتتفرجش كده بسهولة تيجي في اسبوع او في يوم جمعة وتتفرجع على مجموعة حلقات مرة واحدة لانه ما عندوش وقت فده مش عايز الكم الكبير الدراما لازم تتماشى مع روح العصر اللي احمد صحيح طيب وستاذ احمد واحنا نتكلم على اهتمام شركة المتحدة لخدمات الألمية بقضايا المرأة طبعا مهتمة بقضايا أخرى لكن فيه تركيز على قضايا المرأة المختلفة على مدار 3 سنين اللي فاتوا زي ما حضرتك تحدثت ده بكل تأكيد شافت انه كمان فيه ردود افعال قوية من المجتمع عشان كده اهتمت زيادة وبشكل اكبر بقضايا المرأة لكن عايز اعرف من حضرك ونقل لستاذ المشاهدين هذه المعايير المعايير اللي اقدر من خلالها احدد ان هذا العمل ناجح واقدر ابني عليه بعد كده اي عمل ناجح فيه عناصر جذب عناصر الجمهور ما بيروحش للمسلسل على اساس ان اسم النجمة والنجمة وخلاص هذا النجمة بيقدم ايه القضية اللي بيحملها المسلسل وكيفية التعامل مع هذه القضية فيه عناصر اخرى على مستوى النظر العين اللي هو التمثيل عاملي ازاي الاخراج عاملي ازاي الصورة اللي مش عالفين كل ده على جنب ولكن النجاح الاصلي لابد ان يكون عن طريق السينالي بدليل بعض الاعمال تلاقينا ضحكنا جدا جدا ومشينا مع المسلسل وكل حاجة خلص من هنا انا نسيت اسم المسلسل ونسيت هو في سبيل ان انت بتكري مثلا مسلسل من 40 سنة زقابة جبل مثلا ونقش قضية على فكرة 30 سنة ونقش قضية برضو ونقش قضية مهمة جدا في الصعيد وكانت قضية المرأة جوه هذا العمل صحيح اصيح كلمة عمل في صالح المرأة او ضدها هي الموضوع مش ان يبقى البطل واحدة ساتر ما ممكن جوه في زقاب الجبل مش البطل سمح انور الدور بتاعها خط درامي مهم جدا في صالح المرأة لكن مش هو الخط الرئيسي بس صحيح صحيح لكن هنا براعة محمد صفاء عامر الله يرحمه الله يرحمه طبعا عمل عناصر الجذب كلها داخل هذا العمل أنا طبعا بنشكر حضرك شكرا جزيلا شرفتنا ونقضتنا الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني شكرا جزيلا لحضرتك شكرا شكرا